انا سأذنكم بس ان انا وقت كرشوف هبقى اقافل الكاميرا وهشتغل على طول على الجزء اللي انا عاوز ارجع بيه معاكو على كرشوف وان شاء الله اول ما خلص التسجيل هنزل لكم الورق اللي انا هكون كتبت فيه على الجروب بتاع الفيسبوك والتسجيل ان شاء الله برضو هينفصل لوحده بتاع كرشوف عن الحصة بتاعي تمام طيب هلا هنعمل كده ان شاء الله كل اسبوع ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب يديكم يدينا الصحة كل اسبوع نعمل لكم ساعة مذاكرة ساعة للقديم بحيث ان احنا دايما هنمسك شابتر واحد مع تو ولما خلص تو يبقى شماسكين تو مع تلاتة لما خلص تلاتة نمسك تلاتة مع اربعة وده انا وعدتوكم به ان شاء الله في اول السنة وان شاء الله ربنا قدرنا ونفضل بقى شغالين عليه طول السنة باشئة الرحمن طيب نبتدي بقى كده مع بعض انا هفتح لك النقط طبعا المهمة بتاعة كرشوف نفس الوقت هفتح لك الملزمة ونحل برضو مع بعض كم سؤال وقول لك كم سؤال من منزمة الامتحان بتاعنا بالاول يا عم انا افكر شوف نمبر ون دي عندي قانون اسمه الكي سي أل والكي سي أل هتبقى حاضرة يوسف الكي سي أل دي هاته هي الاكويشن اللي هي بتطبق على النور على النور اللي هي بقصة راعتنا sum of i in equal sum of i out او لو كان كل current داخل او كل current داخل فبقول sum of i equal zero ده بنطبقها لما يكون كل current خارج من نفس النور او كل current داخل على نفس النور يعني كل current داخل بنقول sum of i equal zero فيه تريكة عاوز اقول لكم عليها ايه بقى التريكة التريكة النواقات مثلا يعمل لك كده يقول لك ده اتجاه الالكترون i1 بس اي 1 ده اتجاه الالكترون كنضاء i2 اتجاه ال current وضاء i3 ويقول لك اكتب الكي سي الالكويشن اه يا ولادي اللذين اعرف نور بقى عاوز يقول لك ايه نور بيقول لك ايه ان ال direction بتاع الالكترون direction الالكترون تبقى تونتين نور direction of electrons opposite to direction of current الطالب وهو بيكتب عندك الاقويشن بتاعت الكي سي الالكترون فيه طالب عندك مش واخد باله هيتغفل هيقول لك i1 plus i2 equal i3 ده يبقى الغلط لكن الصح ان اتجاه الكلام طالع كده فيبقى انا عندي خارج i1 وخارج i3 وداخل i2 يعني ايكوشن انت موجود i1 plus i3 equal i2 وهيكون دوت هو اللي هو الصح فاذا ان الطالب هيغلط كده لو خد باله ان اتجاه الالكترون عكس الكارنت هيكتبها بالصيغات تانية نيجي على الجزء التاني kvl equation kvl equation هي kershift voltage low ودي بتطبق على اللوب واللوب هو المساري المغلق وفتكروا معايا بقى اللوب بيتكون عندنا دايما من two branches والbranch بيمشي في current يبقى اللوب دايما بيتكون من two currents طيب نفكر ولدنا كده ازاي بيتعمل kvl equation عشان اعمل kvl equation اول حاجة تفتكرها معايا يا عم حاجة اسمعها sign rule نفتكر مع بعض sign rule كنت بتعمل ازاي نقسمها نصين في sign rule بتاعتنا في sign rule بتتعمل على الباتري و sign rule بتتعمل على resistance sign rule بتتعمل على الباتري فنوار بيقولك حاجة عليه ايه عايز ايه نوار sign rule بتتعمل على الباتري ملهاش دعوة باتجاه الكرد يعني ايه يعني بص يا عم اتقربة دخلة على الباتارية اتقربة خارجة من الباتارية ما بيهمناش قلبنا جمد وميت يالا الطرف الطويل بص بالقصير نيجاتيب الطرف الطويل بص بالقصير ايه نيجاتيب اهان يا عم المحترم يا عم المحترم مش وقت الموقف الحس طيب الريزيستنس بقى عندنا بنعمل بقى ايه هرد كل حاجة في وقتها الريزيستنس ليها دعوة بالكرد الريزيستنس ليها دعوة بالاي باتجاه الاي يعني ايه بقى ايه دي الريزيستنس ايه الكارنت ماشي كده يبقى ده الطرف ده بوستف والطرف ده ايه نيجاتيب طيب لو الكارنت ماشي العكس يبقى الطرف ده بوستف والطرف ده ايه نيجاتيب طيب الريزيستنس ايه والكرند طلع لفوق يبقى تحت بوستف وفوق نيجاتيب طيب الكارنت نازل لتحت فوق بوستف تحت نيجاتيب يعني مثل تقصد كده من الاخر ان دايما الكارنت بيمشي من الطرف البوستف للطرف النيجتب. ايوة بالضبط. لكن بطاريات ما لنجع باتجاه الكرن دايما للطرف الطويل بصوا بصوا يا بنيجتب. طيب بصوا كده معاي هنا. انا عاوز اخد تطبيع اللي انا بقوله ده. عشان وانا بعمل بيجي لتخلف عقلي. بص يا عم الحج. انت عندك دلوقتي في برانش. ادي برانش. وادي بطارية. وادي برانش. وفي عندنا برانش هادي له لون اثلا ازرق. او ده بطارية. وادي برانش. ادي برانش كمان. هادي له لون اسود. ادي رزيستنس. وادي بطارية. وادي رزيستنس. اعط ارقام مثلا. 6 ohm 3 ohm 6 volt 2 ohm 10 volt 2 ohm 1 ohm بص يعني في الKVL equation في الKVL equation انت بتجمع الفولت والفولت عندنا يا شباب حاجة من الاتنين يئما فولت البطارية يئما مين في مين يئما IVR الفولت يئما فولت بطارية يئما IVF طيب أنا دلوقتي عندي ثلاثة برانش مين هما الثلاثة برانش البرانش الأحمر والبرانش الأزرق والبرانش الأسود ودايما البرانش نفتكر مع بعض هو الذي يكون متصل ما بين اتنين نود يعني ادي نود اهي وادي نود اهي فالبرانش بيكون متوصل دايما ما بين كم نود ما بين تو نود حاجة كما أنا أقول لك عليها البرانش بيسيطر عليها one current يعني البرانش الأحمر هيسيطر عليك البرانش الأحمر فأنا أفترض أنه ماشي current هنا عندنا اسمه i1 والبرانش الأزرق بيسيطر عليه الكارنت الازرق فنفترض ان يمشي هنا الكارنت اسمه i2 والبرانش الاسود بيسيطر عليه الكارنت الاسود اللي احنا فنفترض ان ده اسمه i3 فاحنا كده لو بصيت معايا على كيسة l equation اللي يكون موجودة عندنا هنا مين النود ايه داخل عليها i1 وخارج i2 وخارج i3 يبقى minus i1 minus i2 minus i3 equal zero طيب انا عشان اعمل كيف يقولي يا ولاد الشباب يا حلوة لازم اول حاجة نعملها الساين رول بتاعتنا هنيجي عالطريق الاحمر الطريق الاحمر من اللي مسيطر عليه يا بسملة i1 صح يا بسملة وانلا ايه يبقى ادي بوستف و ادي نيجاتف طرف ده نيجاتف ده بوستف ادي بوستف ادي ايه بنيجاتف والطريق السود اللي مسيطر عليه برضو مين يا استاذ يوسف برضو اللي مسيطر عليه i3 يبقى ده بوستف ده نيجاتف و i3 برضو ماشي كده بقى ادي بوستف ده نيجاتف لكن الطرف الطريق بتاع البطارية بوستف نيجاتف كده والكرنت اللي موجود في النص تمام اره عامل كده ادي بوستف ادي نيجاتف و ادي بوستف و ادي ايه نيجاتف يبقى انا لو بصيت مع بعض ادي النود ايه يا ميار عام داخل عليها i1 خارج منها ميار i2 و خارج منها ميار i3 صح؟ يعني مفوضي كوشن تكتب كده يا ميار i1 equal i2 plus i3 احنا بقى يا ميار بناخد i2 i3 نوديها ناحية تانية تروح بالنجاتف فيبقى i1 minus i2 minus i3 equal 0 ميار طيب طيب دلوقتي احنا بقى هنعمل ايه هناخد لوب واللوب دايما زي ما اتفقنا فوق بيتكون ازاي اللوب بيتكون من كم برانش تو برانش يعني مثلا يا ميار ناخد اللوب الاسود مع اللوب البنفسجي اللي موجود في النص ده او الازرق ده طيب يعني مثلا اسمي ده a b c مثلا دي تسميها d و a d a يلا بينا كده يلا امشي من a a d a b c d a الجدع معايا يلا الجدعا يبقى واحد في i3 يبقى i3 plus باخد اول اشارة وبسيب التانية plus 3 plus اتنين i3 هنا بقى اول اشارة اتقابلك عند الاتنين negative يبقى minus 2 i2 اول اشارة تقابلني عند البطارية negative يبقى minus 10 equal 0 ركزوا بقى معايا عشان هقوله على ايه على كزا بقى غلطة احنا بنوعها فيها هنا انا كتبت الايكوشن بتاعتي ايه انا خلاص كتبتها مين بقى الطالب بيغلب بيعمل ايه غلطات الطلب ايه هقول لكم مثلا كتب الوضع i3 زائد 3 مجأة زائد اتنين ناقص اتنين ناقص عشرة ايه بقى اللي عمله الجميل ده ايه عمله البنت الامر ده اول حاجة قالت واحد في ايه 3 ضربة الواحد في ايه 3 دي شطرة عادي ضربة i في r احنا بنقول ان الفولت عندنا يا فولت البطارية يا i في r فيها جت عند الواحد ضربة 1 في ايه 3 تمام قالب بلاس 3 تمام قالب بلاس اتنين ونسي تضرب في ايه 3 هنا دي غلطة هنا قالت مينس اتنين ونسل تضرب في I2 ودي غلطة كمان الفولت بتاع البطارية ما يتضربش في I يبقى فولت البطارية هو فولت لكن ال R محتاجة I2 تضرب فيها فإذا اللي هيكتب الليكوجن بالطريقة دي هو كتب الليكوجن غلط ده بقول لكم على حاجة كمان في طالب نصح وبيكتب الليكوجن طالبة نصح هيبتكتب الليكوجن بتعمل ايه؟ بتجمع جما مصطفى جمال بيقول يعني مثلا مصطفى جمال بيقول الواحد قوم دي والاتنين قوم دي قلت يا مستر سيرس ما اتجمعه على بعض من الاول انه لليه تلاتة I3 بدل واجع القلب لسه بعد ما اقول I3 واثنين I3 واجمعهم لما انا اجمعهم من الاول مع بعض طالما ماشي فيهم نفس الكارنت يتجمعهم يبقى اقول 3I3 plus 3V minus 2I2 minus 10 equal 0 كتابة يعني الوضع السريع كده بيكتب الليكوجن بتاعك طيب تعالوا نعمل اللوب في البرانش الاحمر مع الازرق عشان هرد عليك يا بسمالة بعد ما اعمل اللوب ده طيب يلا كده هنسمي مثلا E A D F E E A D F E يلا بقى كده معاي من عند النقطة E وتحرك هتبقى 6I1 بلاس 10 بلاس 2I2 بلاس 3 الثلاثة دي في الطريق الأحمر صح؟ الثلاثة دي في الطريق الأحمر يبقى ميني ماشي فيها I1 ما تدخليش I2 معاكي I1 مائس فولت البطاريلي هو كام 6 equal كام 0 اروح مجمع بقى 3I1 و6I1 يبقى 9I1 زائد 2I2 و10 ونجي في 6 يبقى يطلع بوست بفورت روح نحق تانية نجي في فورت بسمالة كابتسأل لجمعها سؤال من شوية بتقول له مستر وانا لازم لما اجي اكتب الإكواجن ارتب الإكواجن بحيث ان I1 تبقى تحت I2 تبقى تحت I3 اه يا بسمالة عشان تشاهل على الكالكوليترو صح يعني اول إكواجن هي بسمالة بتاعت الكيسي I1 minus I2 minus I3 equal 0 دي اللي جات من عند الكيسي I1 يا بسمالة تاني إكواجن تعال يا بسمالة نرتبها هيدا ما فيهاش I1 او تاني إكواجن دي يا بسمالة اللي ما فيهاش I1 يا بسمالة يكتب عنده 0 يبقى 0 I1 ناقص 2 I2 شايف يا بسمالة نرتب الإكواجن دي لازل 3 I3 الأرقام بقى عندك هنا يبقى بوست في 10 ونيجاتف 10 يبقى نيجاتف 7 أوديها الناحية التانية تبقى كام؟ تبقى 7 طيب اللي كوش رقم 3 اهي رتبيها يا أستاذ يبقى في عندك I1 اللي هي كام؟ 9 I1 بعدها بلاس اتنين I2 بعدها ما فيهاش I3 0 I3 equal cam equal negative 4 بس أمسكهم بقى ودخلوا معاك لكم يتروا أحل طيب بص يا عم كده معايا أنا نجاوب على سؤال تاني بس كده بس تعلمنا الأول الأول حقايا ماسكين بداياتك نشوف KCL KVL عشان أعملها محتاج sign rule فعلمتك sign rule تاني أول خدنا example إزاي بعمل KVL equation بوريحالك تمام وبرتب إزاي الـ equation بتاعتي عشان أدخل على الكالكوليتور وأبتدي أحل وأطلع I1 و I2 و I3 ولكن تجينا مسألة بطريقة تانية بالشكل أنا دلوقتي جاية لبروبلم بالشكل دوت بص كده معايا برتب لا مش برتب على حسب KCL أنا لازم I1 I2 I3 حتى KCL لازم أرتبها I1 I2 I3 بص يا صار اسمعي معايا كده صار لأنا أقوله لقد أقولك ده صار يا بشير بتسأل تقولي يا مستر ما يكون عندي أكتر من بطرية أعرف منين إن دي تابع كريشوف ولا لا مايش يا بسمان بص كده بص كده أنا هوريكي كده حاجة يا صار يا شيف يا جبيلة شافة كده عندك ثلاث بطريات طوية يا صار بص كده معايا هنا سيكس فولت تين فولت مسام فور فولت وعندك هنا سكس اوم ودي تين اوم ودي انترنر اسنس وان 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 اوم سيصارة دي كمان بصي اه يا جدعي عموها ودي بطرية كمان يا صار ودي واحدة كمان ايه وعندك واحد بطرية كمان وصلاحه ودي رزلستس كمان ايه ودي سيكس فولت ودي تين فولت ودي فور فولت ودي فور اوم صارة جميلة اللي اتنين دولة اللي اتنين دول تمام اه اللي اتنين دول مش كرشوف ليه ايوة ليه بقى ما اكتر من بطرية عم نوار بقى ما تقرفناش يا عم يا استاذة جميلة دولة البطاريات كلها مع بعض في نفس البرانش يعني في نفس اللوب في نفس الدارة الكهربية يعني هتلاقي بصي اللوب ده سنا جيت سميتي ايه بي سي دي مش كده ده لوب طب البطاريات الكتيرة لما يكون موجودة في نفس اللوب يبقى دول مع بعض يبقى دول لس ممكن يشوف عادي طب يعني بيجاب الزايباء اللايباء عشان يجيب اللايباء نعمل ايه البطاريات الجامعة يعني كل دول توصيد سيرس ما تلاقي الباستНетوضب متوصف بالنيجيتف الباستНетوضب متوصف بالنيجيتف الباست temat 때문 من نجيف كل دول سيرس يقعد الفلطر بتاع بطاريه 6 زائد 10 زائد 4 علك كاري ليكوفلا بتاعت السيركة اللي هي 6 زائد 10 10 16 زائد الانترنى الاولانية زائد الانترنى التانية زائد الانترنى التالت وقدر ما بس خلصت كده من مسألة طب اللي بعدها دي هتلاقي فيه بطاريتين عكس بعض صح بوستف ببوستف وبوستف في نيجة ودي بطارية سيرس معاه و الأ Ü عشان نطلع على الناتج اه دي تطلع ب zero ديت يا نوار دي تطلع ب zero دي ازاي يعني 10 ناقل 6 تطلع ب 4 لا مش تطلع ب zero زاد 4 يعني العشرة ناقل 6 دول بطاريتين عكس بعض و الناتجgebra و هيطلع بلاس البطارية التانية بلاس البطارية التانية تمامrous و متوصل على سيرس معاه على قرية الإكويفلنت ليه أربعة زاد الإنترنت بتاعت البطاريات الموجودة عندك كل دول أمزلو كلوز السيركيت عادي كل دول أمزلو كلوز السيركيت لكن بقى كرشو بقى يا دكتورة بتلاقي عندك بص البطاريات عاملة إزاي بص تفرجي تفرجي عن منظر بطارية موجودة في برانش لونه أسود يا سارة بطارية موجودة في برانش لونه أزرق يا سارة بطارية موجودة في برانش لونه أحمر يا سارة شايفها سارة كل بطارية في برانش الوحدة آه لا لما يكون عندي أكتر من بطارية وكل بطارية موجودة في برانش الوحدة دول كده يتقال عليهم أن هما كرشوف ما تتحلش بقوم زلو خالص كده تبقى كرشوف لكن لما يبقى كل البترز موجودة مع بعض في نفس البرانش نفس التوصيل عندنا تمام لا بص كده عشان يتقلولي دي توصيل سيرس لا و دي عكس بعض فأطلقى مينس الناتج والناتج اللي هيطلع هيبقى بوستب مع البترية دي البترية دي متوصلة بوستب متوصلة بالناجاتف اللي موجودة وراها تمام فالناتج اللي هيطلع من البترية دول هاخده سيرس مع الأربع مع الأربع فلوت بتاعتي اللي موجودة تحت طيب ما هيديب كومبكسي حبيب قلبي امستي هيديب كومبكس سيرس اني بتقول يدينا ايكزامبل على الكمبلكس اهي دي الكمبلكس اهي دي الكمبلكس السيركي تمام طيب اجي بقى اعمل بقى على حاجة تانية ايه بقى النقطة التانية اللي انا عاوز اتكلم عليها بصي انا جا اتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها كل على افاعيش ايه قصة بقى كل على افاعيش دي تاني اتكلم عليها ايه تاني وافكركم بيه دلوقتي يا شباب وانا عملتها بكرشوف طبعا يبقى صح مسائل اومز لو كلوز السيركيت كلها ممكن تتعمل بكرشوف كلها تحط سين رول وتعملوا لقوب وتشتغل المسألة بتاعتك مفياش اي مشكلة مسائل يا جماعة اومز لو كلوز السيركيت ممكن تتعمل بكرشوف عادي جدا 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 شايفين اللقوب اللي فوق ده اللي احنا عملين تقولولي ليه بوستف وليه نيجاتف تعالوا كده شايفين اللقوب اللي انتو عملين عملين خناقة عليه دلوقتي معايا ده دلوقتي انا حلو يا عم بكرشوف اهو انا عمل ايه نيجاتف بوستف بوستف نيجاتف بوستف نيجاتف وانا ماشي يلا نيجاتف ستة اه زائد عشر زائد اربعة زائد الاي دي بقى زائد اربعة في اي ايكوال كام ايكوال زير اهي شفتوا بقى فولت البطاريات هيتجمع ازاي اربعة وعشر اربعتاشر واربعتاشر ناقل ستة وطلع الناتج بتاعي ايكوال كام تمام يبقى فور وعشة فورتين وفورتين ناقل ستة وطلع الناتج بتاعنا ايكوال كام بتاع الباترز اللي انا كنت بتكلم عن يوم فاطلع الناتج بتاعنا وخلاص ايه اول اشارة قابلني عند البطارية بص ادي نيجاتف ستة زائد عشرة اول اشارة قابلتني هنا ايه بوست فور وهنا كارنت ماشي بقى عندك كده انا امشي مع البطارية الاقوى العشة فولت هي الاقوى صح؟ العشة فولت هي البطارية الاعلى اللي فيهم كلهم ما دي بتزق كده اه ودي كمان بتزق كده ايوا ضد دولت ماشي ضد دي يبقى اربعتاشر ناقص ستة يبقى يبقى دي ماينس كده ناقص دي ناقص ار اي صح لان كاربة ماشي كده اوه فانا ماشي اللوب لانا مشيت اللوب كده اوه هقول نيجتف ستة زائد عشرة زائد اربعة ناقص اربعة في اوه ماشي يا جانا سامح كده واطلع ناتج بتاعنا ايك والكام بتاعنا اي حالتها بكتشوف اي عادي جديد تمام اتجاه الكاربة مع الفولت البطارية الاكبر يا جانا يعني بص عندك اربعة فولت دي بتزق والعشة فولت دي بتزق كل دول ضد الستة يعني عندك اربعتاشر فولت ضد الستة فولت طبعا مين اللي هيبقى اقوى الاربعتاشر فولت هو ما هيزقه اكتر فالكاربة تمشي مع اتجاه الفولت الاي الاكبر يا جانا تمام فعندك اربعتاشر ضد ستة يبقى كده اربعتاشر ناقص ستة واطلع عناتك بتاعنا ايك وال ايه ايك وال كام فولت طيب بنيجي بقى على الجزئية بقى التانية اللي هو تعالوا بقى نفترض ان انا عندي بقى كده مسألة جميلة قوي جاية كده اوه ودي بقى مسألة بنسميها مسألة حلوة سكس اوم اربعة فولت ويدينا الكارن ده مسام باثنين امبير وانا في رزيستس اي 2 ودي رزيستس بسكس اوم وعملين كده وانا عادي في باتري وفي رزيستس انا اسمه اي 3 ودي سكس اوم ودي باطرية بتنظل وهو بيقولك اي دلوقتي مديك ايوانة وبيقولك الراجل اي فايند اي 2 واي 3 دي بقى يا جماعة من ابسط انواع المسائل وليح بنوع عليها توقعوها موجودة في ابتحان سنوية عاما عادي دي تيجي اكتر من اللي فوق اساسا ليه بقى يا عاما هنا بقى بنقول ان في برانش يتكل على فاعيش ادي اي بي سي اي بي سي دي اي اف البرانش اللي اتكل على فاعيش هو البرانش ده دي لونة احمر يا عاما ده ليه بقى ده البرانش بتاعه معانا فالفولت بتاع البرانش كل معانا فانا بالتالي يا جماعة عمري ما حل البرانش ده ابدا ده انا لو خدت البرانش ده مع البرانش اللي فى النص خدت البرانش الاحمر مع البرانش فى النص اي 2 تبقى معاك صح ولانا غلطان ادي نيجتف بوستف و ادي بوستف نيجتف و ادي بوستف نيجتف يلا بقى اخدينك لفة كده هتولي نيجتف فى اربعة زائد اتنين فى ستة بالضبط يا فاطمة اي 1 equal اي 2 plus اي 3 فانت جبت اي 1 ولجبت اي 2 فنقدر نجيب مين اي 3 شايفين المسألة عاملة ازاي اوه دي مسألة عندك ايه فى الكريمة فى البسبوسة خلصت على طول مش مطولة معانا ولا حاجة يا دوبك جبنا ايايا محت الدنيا فتحت قدامك وخلصت على كده طيب بص يا عم بقى نوار بيقولك ايه نوار بيقولك معلومة خفيرة قوي فى مساء الكريشوف كل البرانشز كل البرانشز are parallel كل البرانشز يعني يا نوار يعني كل البرانشز having the same potential difference كل البرانش ليه نفس potential difference ايه الو الكلام ده ازاي بقى انا اوار الكلام انت بتقوله دوك طالما جبت يصيرت potential difference لازم اوار عندك اوضح معلومة اقوى فكرة معلش هنخلي دية دلوقتي الاول قبل نوار بيقولك دي ان في عندي لأ حتة والت عاوز اوضح لك الاول قبل ما خش عليه ارتب لك دماغك حلو اكتر يعني بص يا الوقت كيف عين الاول هو فى فرق بين البوتينشيل والبوتينشيل ديفرانس فى فرق بين بوتينشيل بويند وبوتينشيل ديفرانس بوتينشيل ديفرانس فى حال اسمها بوتينشيل ات اي بويند اه فى فرق البوتينشيل ديفرانس هو مقدار المستهلك من الطاقة الكهربية لكن البوتينشيل مقدار الطاقة اللى معاك يعني مش طاقة مفهود اقول طاقة يعني مفهود اقول جهدي يعني جهدي اللى هو معاى مجهود قد ايه المجهود اللى معاك وده مقدار المجهود المستهلك شابنوش بس طاقة تقولوله انرجي وتمسكوها علي وانا شبهتها بأكزامبل على فكرة ايه الأكزامبل اللى انا ببقى شابلك ايه يعني ايه بوتينشيل بويند وبوتينشيل ديفرانس شبهتها باذا الشخصية اللى بتخش عندك على محل الكارفور وبتخرج من كارفور اوه نفس الشخص دخل الكارفور وخرج من كارفور كارفور بالنسبة لنا هي الالكترك سيركت عبارة عن شوية ريزيستنس وبطريات وكلام ده كله وانت موجود عند النقطة ايه عندما ادخل بوابت كارفور والنقطة بيه عند الرجل بتاع الحساب بعد ما خلصت كارفور داخل انت ممتسم تمتلك مقدار من الصروة الف جنيه جيبك يا ابن معا الف جنيه دخلت كارفور ليهت عمل بقى عروض اعملوا لك ايه التلاتة عليهم واحد ولا اربعة عليهم خمسة واللي مش عارف ايه وتعال اشتري وعندنا خصم النهاردة بعشرين في المية تلاتين في المية وانت تقول يلا هاعبي احسن النهاردة هذا اخر يوم والنهاردة احنا في شهر فبراير وهو ادزانة كلها عندك كلها عروض وكلام ده كله ودحكي عدقون واشتري يا معل اعملوا تشتري 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 خرجت معك خمسة جنيه او انت خارج مش ممسوط انت حاس ان تنصب عليك بس هو كارفور خد منك كام كارفور خد مني تسعمية خمسة وتسعين جنيه انت كان معك كام خرجت معك كام خمسة المجهود اللي انت صرفتو كام تسعمية خمسة وتسعين جنيه ده بقى اسمه البوتينشال ديفرنس عندك اما كمن بوتينشال يعني انت معك كام اسمه البوتينشال ودا اسمه البوتينشال لما نطرح الف ناس خمسة ده اسمه potential difference فنعرف انت بابعك كام يعني ما اديني بقى كده example على الحقيقة في لغة الكهرباء تمام يلا افتكر دايما example potential وpotential difference بينت بنفسك وكرفور تمام طيب بص يا عم انت موجود عند نقطة ايه عدت على resistance وعدين عدتي على بطارية وعدتي على resistance تانية وقادي نقطة ما بي والجزء اللي قدامك دي part of electric circuit نفتقد ان كان معايا القرانتينة 2 امبير عديني على resistance 6 اوم ودي بطارية 3 فولت وبعكاها عديني على resistance 2 اوم تقدر تجيب لبوتential difference ما بين a و b equal كام البوتential difference نعمل ايه فولت البداية فولت النهاية البداية عند كارفور والنهاية عند الراجل بتاع الحسابات بتاع كارفور بيساوي ايه بقى بيساوي اتنين طبعا كانك بتعملي لوب كاني بيعمل لوب بوستف نيجيتف نيجيتف بوستف بكرا شاكده بوستف نيجيتف ادعي عمورة يبقى 2 في 6 ماينس 3 plus 2 في 2 equal كام 10 طقس 3 plus 4 يبقى كده 12 plus 4 60 60 ماينس 3 يطلع الاجابة كام يطلع الاجابة 13 فولت صرفت 13 فولت انا دلوقت ما اجا اقول لك انت صرفت كام يا حبيبي قال بيقولي صرفت 13 جنيه السؤال بقى هل انا عارف انت كم معاك كم هل انا عارف انت بقى معاك كم لا انا كل انا عارف بس انك صرفت 13 جنيه فانا عملت ايه وانا ماشي او تاني او بعيد او يا مارك وانا ماشي اول اشارة هنا ايه بوستف i في r اتنين في 6 اول اشارة هنا ماينس يبقى ماينس 3 اول اشارة هنا بوستف بوستف اتنين اللي وكر انت اوه برضو اتنين في اتنين ايه بقى يحسب بقى كده يا مارك معايا 12-3 plus 4 اقوى 13 فولت يعني مارك طيب ده كده اسمه البوتنشال ديفرنس يعني انا صرفت 13 فولت استهلكت 13 فولت بس انا ما عارفش انت كم معاك كم عندي ايه وانا بقى معاك كم عندي بي كل اللي عارفه ان انت كم معاك اكس عندي ايه وعندي بي معاك اكس نقص 13 يعني كم معاك اكس وكده انت جيبت البوتنشال ديفرنس بص يا ايه يا مصطفى a b v a b لا بوتنشال ديفرنس ما بين a و b طيب بص يا ايه يا مصطفى لو انا جيت قلتلك بقى ايه بص نفس الاكسامبل اهو نفس الاكسامبل ااخده تاني اهو ااخده تاني ما عندش غيره وحافظه حبيبي انا عند النقطة ايه قلتلك ان انت عند البوينت ايه دي كم معاك توتي فوقك حل نفس الاكسامبل تاني هعيده عليك هعيده عليك تاني وهي دي البطارية بتاعتك ديه 3V وهي دي الريزيسان ديه كده 2Ω ويتسألتك بقى تعرفت قوليلي وانت يوقف عند الكشير عند النقطة بيه هيبقى معاك كم قولي اه هقولك انا يا اخوي بوتنشال النقطة ايه نايز بوتنشال النقطة بيه يسوي البوتنشال ديفرنس صح ولا لا اتنين بوسطف نجيتف بوسطف نجيتف بوسطف نجيتف اتنين في سكس نقتلاتة زائد اتنين في سكس بوسطنا بيتبتر ييتر ٣ انا استهلقت التلتاشر وسكان معاك 23 ايه بقى يبقى يبقى colleagues كم عند p بقى عند الكشير بعد ما عدتها على الكشير معايا 20 نقص 13 معايا 7 فوق هل كنت تقدر اعرف انت معاك كم هنا إلا لو انا عم ادي لك potential نقطة دي لا ما كنتش اقدر اعرف عمرك ما تعرفت جيبي potential نقطة إلا لما يكون معاك نقطة تانية معلومة potential ممكن اقولك ان انت عندي بي معاك 7 يبقى عندي ايه كم معاك كم تقوليني انا صرفت 13 ومدلوقتي معايا 7 يبقى انا كم معايا 20 كده مثلا فاهميني ممكن لديك فولت النقطة بي او فولت النقطة ايه واسألك عن التانية طب في نقطة ما بيديكيش رقم الفولت التعب كام بس يعمل الحركة دي بصوا بصوا نفس المسألة نفس المسألة حافظها بقى يا أولاد معلش يا أولاد جيت عنده نقطة بي عملت كده ده معناه ايه ايوة يا عمور ايوة يا دي صح صح معايا يا أمر تمام قادي كده اتنين دي 6 وقادي 3 فولت دي 2 لو عند الكاشير عند الكاشير عند النقطة بي دي اسمها ايه الارت كونيكشن تمام هو بيقول لي هات البوتنشل بتاع النقطة ايه بالنسبة للأرض فتروحين تعمل ايه بقى كده بوتنشل للنقطة ايه نقص الأرضي بوتنشل للأرض بوتنشل للأرضي لازم قاوم تشوف كده النقطة بيه متوصلة بالمنظر ده تعرف ان النقطة بيه الفولت بتاعي ايه والكام زير يعني ده معناه ان انت عند الكاشير هيبقى معاك صفر يا ولا مش معاك حاجة فاضي فبوتنشل للنقطة ايه بكام ده معناه انت دخلت معاك فولت ترابت 2 في 6 نقص منك 3 ترابت 2 في 2 طلع عناتك ب13 ده معناه ان انت فولت النقطة ايه يعني قبل ما تخش على الكاشير كان معاك 13 فولت بعد ما دخلت كرفور وعدت ماشي في الدايرة الكاربية وروحت عند الكاشير عند النقطة بيه بقى معاك فولت ايه والكام زير يبقى انت صرفت كل اللي في جيبك متخشش كرفور تاني هادو حافظ على فلوسك ده كده اللي حبنتكلم ايه بنتكلم عنه في طريقة الشغل ايه بتاعنا في البوتنشل عن دفرس ما بين 2 point وزاق جيب بوتنشل بوينت وزاق جيب بوتنشل بوينت بالنسبة للايه للإيرث كونيكشن طب بص بقى خش بقى عندك على الايه اللي نوار ما صحة من شوية من فوق نوار بيقول لك ايه بقى انه all branches كل الbranches في مسألك ريشوف having same potential كل الbranch بتحبك كل الbranch حلوين بص يا عم all branches having the same potential ليه ليه اه because they connect between same كل الbranches متوصلة ما بين نفس 2 points طيب بص يا عم تعال افهمني كده تعال افهم عشان ده عافل الطباية ازاي اصار اصار اخنا ما ايه ايه نار اخنا اتخاني معايا ليا عم ايه معايا ليا عم انا اغني بص يا عم صار انا دلوقتي مسلا يصار ادي A ادي بوينت A و ادي بوينت B ادي بوينت C ادي بوينت D ماشي ادا مستني ادا A B C D E F خلاص انا عاوز اجيب البوتنشا الديفرنس ما بين النقطة A و D ممكن اعمل ايه بقى ما بين النقطة A و D A و D سماعي كده معايا ممكن امشي من النقطة A ل D ازاي ممكن تمشي كده 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 تطبيع عليها نفس الافكرة اللي احنا عملناها فوق كده بوست بنيجيتف كده وحط الاشارات بتاعتك واول اشارة تاخدية والتاني اشارة لا بالظبط وانتي ماشي A F R تمام لا انت موجود يا باشا ومنور الدنيا كلها طيب فممكن امشي من A D الطريق الاحمر ممكن امشي من A D الطريق الاحمر وممكن امشي من A to D الطريق اللبني ده بص كده بص كده ده وممكن امشي من A to D الطريق اللي هو الغامع ده الازرق الغامع ده كده البنفسجي ده كل دول ممكن امشي يمدوا نفس الناتج يعني الفولت من A to D الطريق الاحمر او الطريق الازرق او الفولت من A to D في الطريق البنفسجي كل دول يمدوا نفس الناتج ليه لان كل الطرق دي متوصلة ما بين نفس النقطتين فبالتالي وخدت بويتين شاديه فرص ما بين اي نقطتين يدي نفس الناتج حاجة كمان حاجة كمان بص كده معي هوريكي حاجة هرسل نفس الشكل اللي فوق بحبها لما في حاجة بحبها بعلق عليها بصي ده كده برانش وهادي برانش كمان وهادي برانش كمان ادي عندك ثلاثة برانش بنافسجة وازرق 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 خيالي بقى انه بوتينشان البرانش الاحمر ده وبوتينشان البرانش الازرق ده والبوتينشان بتاعي برانش بنافسجة ده كلهم زي بعض ليه كلهم زي بعض كلهم زي بعض عشان كلهم متوسلين ما بين نفس النقطتين ا ا و بي فلو مشيت من ا 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 في الطريق عندك اللي موجود عل يمين دوت او مشيتي من ايه تو بيه الطريلة عالشمال ده او مشيتي من ايه تو بيه الطريلة فالنص ده هيديك نفس الناتج ليه? كل الطرق متوصلة لما بالنفس الايه? النقطتين. حلو او. عندك بقى اسئلة توريني ازاي اطبق على اللي انت قلته ده دلوقتي حالا يا استاذ نوار? اه? خدي مين? سك يلا. هات شوال يدي عشان تعبي يلا. هات شوال عشان نعبي يلا. خد. خد. تمسك. ماشي. بص بيقولي كيبقى. فاين في الشكل هرسمونك دلوقتي. فاين فولت الباتاري. دات ميكس. ريدين. اوف اميتر. ايقوى الزيرو. قريني بقى الفين الشكل انت ترسموه. قريني. اهو. بطارية ستة فولت. دي اربعة اوم. دي النص هنا عندك تو اوم. دي ريزيسس هنا بثري اوم. في بطارية كده. يلا يا جماعة عشان هيحل المسألة دي هتاخد العربية بموت كنترولي. وعربية مرسيدس كمان. مش هجبها لك سيني. لا قادر انا عربية مرسيدس. بس بموت كنترولي. بتاع في سؤاد يزاق. ولا اهمك يا مصطفى. الله العظيم. جالهم هابل في النغم والله. مش هارف الناس دي مش عادة تودي فلوسها فيهم. انا راح امتحم معاهم ومعب معاهم. يلا. يلا. ايش. كل ده اطلع في التسجيل. هنروح في دا. ماشي يا عم. طيب. بص يا عم. انا هشيلها الحتة دي. طيب. بص يا شباب. بصوا. انا بعد الوقت احاول اشوف الحتة دي ايه قصتها. يولك فايند الفولت بتاع البطارية دي. الفولت بتاع البطارية دي بكام. اللي يخلي لك قرية الاميتر ايك وال زيرو. فانا قاعد دلوقتي محتاس يا حواس يا حواس. بص يا عم. المسألة جاي لك كده بس. نفكر يلا انا وانتوا ايه. سوا. نفكر انا وانتوا سوا. بس يا مارك بقى. بس يا مارك عايزينا نركز بقى. الكرابة خرجة من هنا اي وان. حلو. حلو. يا سلام عليك يا ملك يا جمدة. الله يبارك لك. ملك جابتها على فكرة وحالتها باسم الله ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليك يا ملك. طيب. وقادي كمان جات هنا اي وان. صح? هنيجي عند الحتة دي. ونقول الكرابة توزعت. دخل هنا كارنت اسمه اي تو. جاد عيوسف. ودخل كارنت هنا كمان اسمه اي كام اي تلاتة. اي تلاتة دي بزيرو. مين اللي عرفكم. شو بيقولني ان قرية الاميتر بزيرو. اي وان. اي تلاتة دي. انا رسمها زينة في الباترين. انا رسمها كده بس يا جماعة ايه. في الهزار كده معاكم. لا يا فاطوم. استاني وبص كده شوف. طيب. المفروض كده من كلام بتاعك ده ينور ان اي تلاتة اي كوال زين. ايوة. واي وان. واي تو قد بعض. سمعك اللي عملت اقول ايوان واي تو قد بعض ليه. يليه قد بعض. سمعك سمعك. سمعك. اوعد كل سرحان. ونعمل على السرير. اه? اوعى. اوعدل نفسك كده انت وهي. يعني. انت مسلا هديك فرض. هديك فرض. لو عندك كارنت هنا باتنين امبير. افتراض يعني. افتراض. يبقى ايوان دي بتو امبير. هل اي تلاتة هيخش لها كارنت? لا اي تلاتة مش هيخش لها كارنت. يبقى اي تو هيخش لها 2 امبير برضو. صح قول انا غلطان. مش كده ايوان دي. هي 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 اللي ماشى كده. هي هي اللي هتنزل هنا. اه اي وان قد اي تو. ما شاده هما. طالما اي وان قد اي تو. يبقى الاتنين قد بعض نسمي كل واحد فيهم ايه? اي. اي اي. اي. طب يا ماشى طالما دي اي. طب بقولك اي انا عندي طريقتين للحال. طريق سريع. طريق واب بيفهم. يقولي اي اكوال. في بي على ار اكويفلان زاد انترنل ازا تواجدت. طب اي اكوال. في بي كام. ستة. وار اكويفلان كام. اربعة واثنين يبني. ار اكويفلان. اللي اربعة والاثنين دول سيرس. لان ماشى فيهم نفس الكارنت. ولا ايه رأيك? مش اللي اربعة والاثنين دول سيرس. اه. اي ده بقى الكارنت بو كام امبير? وان امبير. ده طالب سريع. الطالب البطيء ايه يعمل يقولك اخد لي واحد لوب يا مستر. ادي نيجتب. بوستب. بوستب. نيجتب. بوستب. نيجتب. ما طبع عشان يعمل لوب لازم يعمل ساين رول. الفاكرينها سعيبة ولا ايه? يلا. امشي كده مسلا اي بي سي دي. وانت ناسي من تحت الفوق اتقول نيجتب ستة. يلا من رئيل كده غليك معايا. انا عاوزة عربية تشدي حيلك شوية. زاد اتنين في اربعة. زاد اتنين في اتنين. ايكوال كام ايكوال زيرو. صحوا اللي ايه يا جميل? اللي اتنين اللي انت كتبتعد يا ناسي. اللي اتنين دي ادي اكزامبل انا كنت فرضو. طيب. يبقى انا هقول كده ايه? نيجتب سيكس. زاد اربعة اي وان. واي وان انا نسميها اي. زاد اتنين في اي تو. وقلتلك ان اي تو واي وان قد بعض فسميتهم اي. يبقى زاد اتنين في اي. خلاص? انا الاي. تعال بقى نحسب يلا الاي بيكام. ادي نيجتب سيكس. اتنين اي واربعة اي يطلعوا كام يطلعوا سيكس اي. بتحسب عدل يا عمر. اربعة اي واثنين اي يطلعوا كام? سيكس اي. كله ايكوال كام زيرو. ودي سيكس النحة التانية. يبقى سيكس اي ايكوال سيكس ايه يبقى الاي. اي كوال ستة على الستة بواحد امبلا. شفت بقى ان الواد اللى فوق دا كانواد سريعا او? الواد السريع دا عمل ايه اعتمر امزلوكلوزد سيركوت. اعتبر كأن السيركوت كلها اللى علي جنب دي كأنها مش معاك. كل ده مش معاك. شالها. مش قال لك مش هو بيقولي ان راية الاميتر اي اقوال زيرو. تمام. هو اللي قال في السؤال. قال قراءة الاميتر find volt البطارية اللي خلي write the meter equal zero هو اللي ايه اللي عامل في السؤال فهو اعتبر ان الحتة اللي على الجنب دي كانها مش موجودة وشالها ده بقى الطالب الناصح وطبق قانون امزلو كلوز السيرك انا لسه مخلصش المسألة انا عاوز volt البطارية بكامل انا كده جبت الاي صح انت جبت ومفتح الفرج الاي هقولك على حاجة بقى هو مش البرانش ده اللي انا علمت عنيه باللون لسود ده parallel يا مهرائيل مع البرانش ده صح يا مهرائيل ولا ايه عشان دول ايه بتواصلين من نفس النقطتين تمام طيب طيب مش ميستر نوال بيقولك ان volt البرانش الاول ده volt البرانش التاني عشان دول متواصلين برائيل اه طب volt البرانش اللي في النص ده كاما مهرائيل بعد ما جبت الاي كده يا جميلة اضرب اتنين فوقاية يا مستر اتنين اي لاب واحد بابتنين فولت يبقى volt البرانش التاني يازم اطلع باتنين فولت برضه مهرائيل اللي موجودة عندك على ايدك الشمال ده طب البرانش ده عبارة عن ايه عبارة عن بطارية ورزيستنس عبارة عن volt البطارية زئة volt resistance volt resistance بزير اه مهرائيل ليه؟ لانا الريزيستنس عبارة عن اي فو اار والاي بتاعت البرانش ده بكام الاي بتاعت البرانش ده بكام بزيرو يبقى خلصت يا مهرائيل يبقى volt البطارية equal to volt يبقى انا اعتمدت وانا بحل على ان البرانش اللي في النص ده ليه نفس البرانش الموجودة على الشمال ده ليه مش 6 volt ليه؟ مش احنا طلعنا ان volt البرانش باتنين فولت تمام؟ طيب حلم يبقى الفولت بتاع البرانش اي روية باتنين يبقى لازم يطلع ده باتنين برضو فده بيساوي volt البطارية زئا volt الار طب واحد يقول لي طب ما البرانش ده برضو يطلع باتنين اللي هو انهي اللي بالازرق ده يعني ده طب ما تيجي نشوفك يا فولت يطلع باتنين ولا اعاوش ايه بفولت البرانش ده عشان تتأكد يلا امشي من النقطة c فوق لغاية النقطة دي من تحت يلا كده هتقول لي ايه نيجيتف اربعة في اي وان لقاب واحد زائت ستة او ما صلت عند النقطة دي بقى خلاص كده ده البوتنشال ديفرنس البوتنشال ديفرنس ببقى لنقطة c و d بطارية الازرق سألو نيجيتف اربعة زائت ستة تطلع بكامر تطلع باتنين فولت برضو ايه خدت البرانش اللي علمين اهو مصطفى يا جمال خدت نيجيتف اربعة في اي زائت ستة اديت اتنين فولت ففولت البرانش اللي علمين باتنين واللي فى المصف باتنين واللي عالشمال لازم يطلع باتنين البارالل ليوم نفس البوتنشل البارالل ليوم نفس البوتنشل لكن انت اخدت فولت البطارية بس وجريت قلت هو ده الفولت بتاع البرانش لما فيه قرية كمان معاي طيب في السؤال مسلا امتحان سنوية عامة تعالي اقول لك بقى على سؤال عندك هنا أو تعالي ممكن اجيب لك سؤالين من الملزمة كمان عندنا كان بتاعة الواجب كان فيه سؤالين برضو حلوين كده. دعالو كده بصوا معايا. تمام ماشي. فيه مسألتين حلوين هنا على الحتة دي. وجم في امتحانات. على مضوع فولت البرانش ده. اهي. شايفين دي زي اللي انا حاجت عليها من شوية دي. عاقص فولت البطارية اللي يخلي ريت الاميتر equal zero. نفس الفكرة اللي انا اتكلمت عنها. لو اكزامل نمبر كام نمبر 11 دو. مش عايدة تاني. لان انا خلاص قلت زيها. لكن تعالي مسلا على شارقة مع عشرة ده. بوسك ايه على كوكوشة نمبر 2 ده معايا. فانا دلوقتي عاوز ايه بقى بوسك ايه. تعالي نقرأ. اقرأ كده معايا. يوسف يا يحمد يا جميل. اقرأ كده معايا وتعالى نظبط الدنيا لو انت سوا يا يوسف. بص. يقولك. يقولك. in the opposite figure. find the potential difference ما بين x و y. يوسف. لو انت عاوز تجيب ال potential difference ما بين x و y. تاخد البرانش اللي في النص ولا البرانش اللي فوق ولا البرانش اللي تحت. اه مين يقولي يلا مين يرد بدل يوسف بسرعة. اقرأ ده اني برانش يا جماعة يزبط معايا. اللي فوق طبعا ليه? لان فوق الاي بتاعته معايا. فاعرف اجيب ال potential difference. تمام? قل على افاق. ايوة حلو. يلا بينا يلا. يلا. ال potential ما بين x و y. خلاص انا اعلمتك بقى. اول حاجة ال internal يا جماعة لازم نرسمها. عشان ما ننساش يا جانا اسامح. ما ننساش. قطير مننا. نعمل الساين رون. برا ما ماشى كده. ادي negative. بوست. بوست. negative. يلا معايا بقى رجالة. يلا معايا رجالة. امشي يلا من x ال y. وانا ماشى من x ال y. اول اشارة هتقابلني هنا. بتاعت البطارية بوستف. هي بقى بوستف 24. وكان في عندي هنا كمان. اه ده انا في عندي. علشة نسيت الاثنين اون. تخيل بس انا رسم الاثنين اون ونسيتها. ده انا رسمها يا معلم. اول حاجة نجت في اتنين. في واحد ونص. ايوا صح. كده يا مصطفى يا جمال. لقد اينا اول عليك. نجت في اتنين في واحد ونص. بلاس 24. تطلع كم دي يا ولادي. تطلع 21 فولد. صح? بوستفرس ببين x y 21 فولد. ممكن اسألكم سؤال بقى. خلاص جاي الاجابة خالصة. يبقى بوستفرس هنا بكام. ب 2021 برضو. طب البوتينشيل ديفرس برضو لو مشيتها من تحت بكام. ب 2021 برضو. البوتينشيل ديفرس سابتة سواء مشيت في النص او تحت او على مين. بصوا بودلوقتي بيقولك ايه. تعافي الجبيري الآي ثلاثة وكم. اه ممكن اقولي ايه. البوتينشيل ما بين x و y من تحت. هتساوي ايه. لو انتي ماشي من x و y من تحت كده. بص بني جيت. هتساوي ايه بقى. اي ثلاثة ابوين فور استفدت بقى اني بوتنشل الفرع اللي فوق الدل تحت فالبوتنشل من ايكس وي واحد وعشرين سوى اي ثلاثة في ابوين فور بقى اي ثلاثة في اي بوين فور وطلع الاجابة بتاعتي صح يا عمورة بتطلع الاجابة زي ما العالي حلوة بتطلع بتقولي اتنين ونص ايه امبير طب تعالى معايا كمان تعالوا ايايا انا ويايا بعيش اه بغى اختارلك واحدة كمان اه بحب دي كمان دي كمان فكرة حلوة مسألة جامدة مسألة جامدة تعالوا كده بصوا كده معايا عليها كمان بص يا عمينة بيقولك ان الالكتريك سيبكت شون نجليبتنج الانترنر السام تاعت الباتري ريدنج بتاعت اميتر اي وان و اي تو اي كوال كام بركز معايا كده اينا ماشي كارنت اسمه اي اي وان اي وان ماشى من اول النوت دي اولاد ماشى خارجة من النوت دي اي وان فضلا ماشى كده اي وان فضلا اتخيرك اي وان فضلا اتخيرك اي وان لغات النوت دي الحتة دي ماشي فيها اي تو كل دي ماشي فيها مين اي تو يبقى في النص دي نسميحنا اي نسميحنا اي ثلات نسميه اي ثلات يعني نقول كده بقى اي كسي ال افتاح كده افتاحية اي وان بلاس اي تو equal mean i3 هو عاوز i1 بكم و i2 بكم من الاخر انا بقى قاعد تقول ايه طب انوار ايه انوار ايه البرانش ده يتكل على فعيش اللي عملته انا باللون الازرق ده ليه يا ولاد عشان الفلت بتاعه معنا بس ال i2 بتاعته مش معنا ال i2 ال i اللي ملهاش r تسأل عليها ما نعبرهاش يبقى احنا دلوقتي ناخد البرانش الازرق ده مع البرانش اللونه احمر اللي فيه يلا بينا كده يلا بست بست يبقى انا ماشي يلا اقول نجت في 3 زائد i3 في 4 يبقى i3 equal كام سيما عمر كده بيقول i3 ملهاش internal معلش ان فيه internal تمام؟ يبقى i3 equal 3 over r يعني 3 اربع امبير جدا جبنا اي 3 فهنا اعمل ايه بعد كده يا ولاد؟ البرانش حضرتك اللونه ازرق ده اقسم بالله ما نحلوش والله ما حلوه انا هعمل ايه بعد دلوقتي هاخده مع البرانش ده بصوا هاخده البرانش الازرق ده اللي ده باشا ما يتكل عفا ايش يعني سب شي انا هاخده مع البرانش اللي هديك اللون بتاعه ده الاحمر ده هاخده الازرق مع الاحمر هتجيبي مين؟ هجيب i1 يا معلم ده عفا انا اجيبته i1 بتاقط القدر فتحتلك ده لو اجيبته i1 وانت معاك i3 يبقيتو كده ايه؟ بتزغر بتزغر تقولك انا هنا طب يلا بينا؟ يلا هامشي من اول هنا هقول بقى اتنين i1 بصتف بقى بصتف طبعا بصتف وده نجيت فينا حتة دي وده بصتف يلا كده ياما ياما اتنين i1 مينس 4 انزل على البرانش الازرق بقى هيقبلك بصتف خلقتك يبقى بصتف ثلاثة equal zero نجيت في اربعة بصتف ثلاثة نجيت في وان تروح الناحة تانية بوان يبقى اتنين i1 equal one يبقى i1 equal نص امبير زي ما رجالة بتقولوا امل هي من ورع هي الاعداء جبنا i1 يا امل i1 بنص يا امل والكرن ده بتلاتة اربع من الاخر زيرو تلاتة تلاتة على اربعة ممكن اكتبها 0.75 ولا مش ممكن ممكن انت وزورة خلاص بقى كده يبقى انت ايه رأيك يا امل بقى i2d بكام i2d بربعة النص الجمع على ربع عدة تلاتة اربعة كده خلصت خلصت بح برانش اللي اتكل على فاعيش ده يا جماعة جميل حلو تمام يبقى بصوا كده يا اولاد المسألة عندك في بداعة كيرشوف معتمدة على شوية الدوشة اللي انا ايه حكيت لك عنها دلوقتي دي خلاص اما دولت خد اللي انا قلت لك عليه دوت شوية اه بس استنى استنى في شيط الريفيشن عشان عاوز بس انبع عليكم على حاجة عن مسألة دي مسألة امتحان السنة اللي فاتت بتاعت كيرشوف فين وين تعال يا امر هي دي هذه المسألة اللئيمة خلاص وحنا حلناها فيديو المراجعة تمام؟ والجزء بتاع الامتحانات ده جماعة انا بس كنتم استنى الطلبة اللي هي طبعا علشان كل الناس اشتريتها وتفرجت عليها وكلام دو كله فالجزء بتحلل الامتحانات دوت البارت بتحلل بتاع 2021 انا نزلهلكو كلكو فور فري يفضل معاكو طول السنة هنزله عليوتيوب على نوار اكاديمي ويفضل معاكو الجزء بتحلل الامتحانات بس الجزء دوت انا هنزلهلكو يفضل معاكوش هلعاوزين تراجعوا دايما على امتحان عشرين واحد وعشرين الاسئلة بتاعت شابتر وان اللي جات عليه كلها كتعاملة ازاي طيب بصوا معايا بقى كده هنا هوا مش المراجعة كلها لنزلة هما بزبط عشرين سؤال اللي هنزلهم من المراجعة طيب بص يا عم بيقولك في السيركت اللي موجودة قدامك دي اه كويس الله يقولي كده يسير ماشي في السيركت اللي موجودة قدامك راجل قال ايه في الامتحان راجل بنلاقيه من المزين الله يسامحه الله يسامحه والله بيقولك باستخدام كروشوف ساكن دلو باستخدام ايه يا جماعة كروشوف ساكن دلو يعني كيف يقل تمام اه المراجعة لاربع ساعات نزلة اه طبعا ايوا لا مش هنزل المراجعة لاربع ساعات ده انا هنزل حتة صغيرة بس ديت اه انا بقى دلوقتي بقول ايه باستخدام قانون كيفي ال طبقلي على اللوب اي دي سي بي اي طبق على اللوب ده اي دي سي بي اي فوحدة من الاختيارات دي هتلاقيه بكل بساطة كده خطة ببوس كده ايوان مشي كده يبغى ده بوستف نيجاتف ده نيجاتف ده بوستف وايوكو مشي كده يبغى ده بوستف ده نيجاتف انا مش بدي اخوانها واحل مش بدي اخوانها انها هيعملوا فيا في امتحان ده وأنا ماشي بقى زي ما هو قال A, D, B, C, A فأنا ماشي أول إشارة وأنا ماشي من A, D قابلت بوست في 8 8 ناقص 1 في I, 2 ناقص I, 2 plus 2 في I, 1 2 I, 1 آه طبعا يا مارك موجودة في أي وقت زاد 2 I, 1 minus 12 حلو حلو يلا بينا يلا بينا يا معلم فنجتف I, 2 هلت بليكوشن بس بتاعت الأول 2 I, 1 minus I, 2 يا أدومة نجتف 12 وإيه تديك كم؟ تدي نجتف 4 equal 0 عمورة الإجابة ما طلعتش يا عمر يعني الإجابة مش طلعة طب بصك ده أول واحدة 2 I, 1 زائد I, 2 زائد 4 equal 0 لا مش موجودة مش هيا دي ثاني واحدة 2 I, 1 أيوة 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 هي minus I, 2 إخسارة ناقص 20 مش ناقص 4 اللي جاية بقى ها 2 I, 1 يا معلم يا كبير أيوة جاية هي ناقص I, 2 جام ده قوي plus 4 مش نجتف 4 إخس 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 إيه ده إيه ده إيه ده مش موجودة همستر يا لهوي يبقى في حالة غلط في مصيبة حاجة من الاثنين يا إيه ما نوال علمنا غلط يا إيه ما وقف الامتعان كاتب الاختيارات غلط يا إيه ما في حد غلط يا إيه ما عمل الساينروغ غلط فهتبدأ تشك وتلف حوين نفسك وقتار المعفن بيعمل إيه بقى قالك لا 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 أنا أقولك على حاجة بص يا سارة يفشير يا جميلة شايف النوت الحلوة دي مين الكارنت دخل عليها داخل I, 1 وداخل I, 2 خارج I, 3 يعني إيه دخلت بكي سيئل وشوها بيقولك ساكندلوغ علش ما تزعلوش I, 1 plus I, 2 equal I, 3 أيوة I, 2 equal I, 3 minus I, 1 صح ولا لا طب شيل I, 2 دي وحط بدلا I, 3 minus I, 1 مش عايف تتعمل كده تعال بصدر 2 I, 1 A شيل يلا I, 2 minus يلا يا جماعة كده النجاتف موجودة وشيل I, 2 اكتب بدلا إيه I, 3 ناقص I, 1 ناقص 4 equal 0 شوف افتح فك يلا براكت يلا يبقى 2 I, 1 ناقص I, 3 والنجاتف في نجاتف تبقى إيه بوستف يبقى بوستف I, 1 ناقص 4 equal 0 بوستف I, 1 واتنين I, 1 تديك 3 I, 1 يبقى 3 I, 1 minus I, 3 ناقص 4 equal 0 ده الاختيار اللي موجود في الآخر ده 3 I, 1 ناقص I, 3 minus 4 equal 0 يا ابن الذين يا حوان يا قازر إيه اللي انت عملته ده إيه ده ما كنت قلتلي إن أنا أستخدم two equations بصها معاك كده هو طبعا يعني لازم حضرتك تكون مركز جمي جدا طبعا هو أركز في إيه ما هو قال استخدامك نشوف second loop طبعا أنا عاوز أقوله إن إحنا ما نديش أمان لأي حاجة من الآخر يعني المسألة ما كانش لها أمان وإن كان فيه شغل عندك على الجزء دوت فهو أنت ما كنتش ممدي إخوانا بس أنا أنصح نصيحة بقى أنا نصيحتي لحضراتكم إيه النصيحة اللي أنا عاوز أقدمها لك بعد ما خلاص أنا خلاص كده مش هتكلم تاني عن كرشوف بح كرشوف بالنسباني كده النهاردة بح بس في نصيحة أطلع بيها بقى كده ما حضرت معاك بقى إيه بقى النصيحة نصيحتي لحضراتكم كلكم تمام إنت أكيد مش هتشك إن أنا هتديك نصيحة غلط أكيد يعني يا بنا أدمين يا محترمة لما تيجي زكاة 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 عامل يا أدم عاما عايز زكاة اللي موجود في الصورة أنا موجود ها زكا مستر رد علي كده فاهمني انت شايفني ها مش ها والله نوار جايبة من الأخر بص بقى هقولك بقى على حاجة بقى نقدر بقى نقدر نفتح كده المايك بقى دلوقتي أو الكاميرا بتاعتنا ونصبع على حضراتكم بص بقى شيء اسمعوني بقى كويس انت دخل على امتحان ها وانت بتحل ده النصيحة بقى اللي أنا بقولها وانتوا بتحلوا وقفت قدامكم أسئلة تمام أقف قدامك أسئلة ما تضعش تتحارب على السؤال في البيت الامتحان اللي أنا عاوز أقول لكم فيه طلبة السنة اللي كانت امتحان خمسين بوينت ها ممكن انت كان ممكن تكون انت كنتم الطلبة دي في امتحان الشهر الأول في امتحان الخمسين بوينت دولت الطلبة عملت اي بقى؟ الطلبة اللي هي بتحارب على السؤال من الأول لما قاعدوا يحاربوا ورا كل سؤال يعني كل سؤال قدامهم مش هنسيبوا غلل ما نجيبوا مش هنسيبوا غلل ما نجيبوا العادي للأسف بعد ساعتين ونص كانوا حالين تلاتين سؤال تخيلوا بقى لهم نص ساعة وفي عشرين سؤال قدامهم هيعملوا ايه؟ بجد جد يعني انت عندك عشرين ساعة عشرين سؤال وفو الده مصد ساعة وفي الساعتين ونص حالي تلاتين سؤال هتعمل ايه؟ حادي بادي كرومب الزبادي حادي بادي كرومب الزبادي ارتبك في اللجنة ولا السؤال ده رقم كام ولا مش عارف ايه وعارف بقى خلاص انهيار انهيار ومش قادر تفكر لو في سؤال تلك مش قادر تفكر فيه خلاص انتهى باش انت الدنيا ضعت طار خلاص المفوود اعمل ايه بقى؟ المفوود اللي انا اعمله لا وانا بحل ده الصح بقى وانا بحل يقف قدامي شكراً اللي بعده يقف قدامي سيبوا اللي بعده اللي بعده لعل بعد جدعة لعل الجدعة انا اقول لكم كمان الطلبة النصحة لسمعة الكلام قالوا يا مستر في ساعة ونص خلصنا الامتحان كان عندنا 8 نقاط بقى ساعة ونص نفكر فيه ساعة ونص خلصوا الامتحان مش خلصوه قفلوه عندهم 8 أسئلة وقفة معاه سابوع عاملوا ايه في 8 أسئلة دي بيفكروا منتع الراحة في ساعة ونص جابوهم كلهم جابوا سبعة منهم راح منهم واحد لو كانوا حاربوا عليهم من الأول كانوا يقولون منهم 15-20 درجة مش درجة أو درجتين هو بقى ده زكاء بتاعه ما تحاربش في بداية الامتحان في أي مادة من المواد مش بس الفيزيكس بس في الأكتر الفيزيكس والماث عشان دول بحتوي تفكير الفيزيكس والماث اوعى تحارب في بداية الامتحان على سؤال أبدا حضرتك تحل كل عارفه وتنجز وبقالك وقت كبير للأسئلة اللي وقفوا قدامك ده الصح تمام 5-minute breaks أو sorry ونص هنبتدي نتكلم على chapter 2 بريك بالحضرتكم عشان أنا هفصل record ده دلوقتي عشان ده ينزل record لوحده هسجل بقيت الحصة بتاعتك تاني تطعب 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 يا اعجاب